دكتور عبد السلام أنا بشكرك وبرحب بك الأول أهلا وسعلا وسعيد بإشرافك على المشروع الكبير ده واسمحولي بس أن أنا أدي خلفية بسيطة كده من حوالي سنة ونص أو اثنين تقريبا سنة ونص حصل النقاش على أن بناء الطريق في البحيرات يعني ممكن يسبب مشكلة كبيرة جدا وإحنا حضرنا حتى يعني كان بدي تتشين المرحلة دي ودكتور عبد السلام كان موجود وقلنا له إحنا عايزين رأيك وعايزين إشرافك على المشروع إن ده مشروع كبير قوي ومحور رئيسي وعايزين نتطمن إن إحنا المسار الفني والهندسي اللي شغل به العمل يعني يطابق المعايير والمواصفات اللي إحنا على الأقل مصممين الطريق عليها وطبعا هو الكلام اللي بيقوله دكتور عبد السلام النهاردة بيأكد لنا إن يعني إن ده وخليني بس أقول إن المعايير والده كان عبارة عن نص صين نص كان موجود قبل كده وطبعا خد وقته في الهبوط التاني اللي بقى هو القديم يعني خد له عشرين سنة ولا أكتر فما بقاش فيه مشكلة فبقيت المشكلة في إن إحنا لن يجي نعمل المعايير والده عايزين نتطمن مش هنستنى بقى عشرين سنة تاني ولا حاجة يبقى بشكل كويس يعني فطبعا شرحونا الدكتور عبد السلام النهاردة أو بيأكد لنا إن الأمور مطمئنة وحتى لو حصل الشكل من أشكال الهبوط في الإطار الطبيعي واللي محتمل إن إحنا نتعامل معاه بسهولة ولا إيه طبعا ها اللي هو محتمل حدوثه فيه أي مشروع في أي مشروع أي مشروع فإحنا أولا بنرحب بيك وبنشكرك وسعداء بالجهد اللي انت شاركت بيه وإنك أنت يعني حطيت ثقل كبير قوي قوي هو عبارة عن السمعة والخبرة الكبيرة والعلم الكبير اللي موجود عند حضرتك في إخراج هذا المشروع بالشكل ده فأنا بشكرك دكتور عبد السلام وربنا يا رب ديكي الصحة شكرا جزيلا شكرا جزيلا